بجهود أهلية أنشئ هذا الصرح العلمي أكاديمية القرآن الكريم بمنطقة صلاح الدين بالعاصمة وتضم عدة مرافق ومنها المكتبة الكبرى المتكونة من ثلاثة طوابق توفر نحو خمسين ألف عنوان ومنها الإصدارات الحديثة لطلبة الطب والهندسة وغيرها من العلوم التطبيقية والإنسانية هذه مكتبة متخصة في العلوم التطبيقية والإنسانية بشكل عام علوم التطبيقية وإنسانية طبعاً الطلبة نحن نتعامل معه من حيث دخول الطلبة للمكتبة يتم فتح المكتبة من الساعة 9 صباحاً للساعة العاشرة ليلاً وتقسيم فترتين فترة صباحية وفترة مسائية طبعاً الطلب يخش هنا يبرز بطاقة تعريف الدراسين طبعاً أغلب الطلبة هم طلبة جمعيين ودراسات عليا بالدخول من المكتبة توفر الأكاديمية الأجواء المريحة للطلبة التي في الغالب تعد طرفاً في مثل هذه الظروف التي مرت وتمر بالعاصمة ما أعطى الأثر الطيبة في نفوسهم تفتح من الصبح فاكري وتستمر حتى الوقت المؤخر تستمر قبل وصلت قبل ساعة 7 قزية ساعة 8 ممكن قبل أزمة كورونا والحقيقة يعني منظمة ما شاء الله هدوء أول شيء هدوء أغلب الطلبة روادنا جماعة الطب خاصة هنا عندنا امتحانات وكذا فديما نجو هنا حق نستفيد ونقره وفي نفس الوقت أنه موفرة قزية كل هذا ميكانيات مجانية وهدوء وفيه مولد وفيه تكييف للدراسة يعني أجواء ملائمة للدراسة موفرة جميع الظروف الملائمة للدراسة دار نظام وجبات فيه وجبات غدية لو أن حد من بيش يرجع ويطلع من المكتب ويستمر في دراسته تسببت الحرب على العاصمة في خسائر لهذا الصرح حيث تمركزت بها قوات حفظر لفترة طويلة وتحتاج الأكاديمية إلى نحو شهرين لإتمام عمليات الصيانة أتلاف كتير، انضرية كتير، تسع قزائف من الحواعد، قزيفة من السقف الأبواب الزجاجية كلها تحطمت، الكتب كلها سقطت على الأرض رفوف سقطت على الأرض، الفواصل الفوق كلها طاحت، الشبابيك كلها طاحت المزاريب المجاري، المكيفات تسع وثلاثين مكيفة حطموا تسع وثلاثين مكيفة حطموا لم يترك لنا شيء، صرقوا، نهبوا، داروا، تلفزيون هذه اللي فوق الشاشة، الشاشات الكمبيوتر كل أي شاشة فوقها، كل الكراس تعد هذه الأكاديمية نموذجاً في العطاء والعمل الخيري ونشر الثقافة وهي قبلة لكل المهتمين من طلبة العلم يجدون فيها كل ما يحتاجون عبد الرحيم أعطي قناة ليبيا الأحرار، طرابلس ترجمة نانسي قنقر